الدولة تسعى إلى بسط نفوذها وسلطتها على كل الأسلحة التي خارج سيطرتها وتسعى إلى السيطرة على الأسلحة أو منابع الكاتيوشي التي تصدق من هنا أو هناك ضد البعثات وضد القوات المتحالفة في بغداد أعتقد هذا فيه أمران هناك أمران فقط لا غيرهما الأمر الأول يمكن حل هذا الموضوع خارجيا بما أن العراق نقطة الصراع فيه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورة الإسلامية فإذا يتم حل هذا الموضوع خارجيا عن طريق الاتفاق بين الحكومتين الإيرانية والأمريكية ولا شأن للعراق في هذا الجانب ولا دخله وستنتهي هذا الموضوع بشكل نهاي وحاسم هذا الشيء متفق عليه أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورة الإسلامية تسعى لتصفية حساباتهما على أرض العراق وهذا الأمر واضح لأن إيران تعلم جيدا أن استقرار العراق وأن وجود حكومة عراقية ووجود حكومة عراقية تتفهم مع الولايات المتحدة يعني هذا تهديد خطير لوجودها ومصالحها شكرا للمشاهدة